بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة درسنا في الشريحة السابقة طريقة أويلر لحل المعادلة التفاضلية سندرس الآن طريقة أفضل من طريقة أويلر وهي التي تسمى بطريقة أويلر المحسنة أو طريقة هوين المسألة المطروحة هو المطلوب إيجاد حل المعادلة التفاضلية وإيشارة يساوي إلى الـ FXY المحققة للشرط الابتدائي Y بالـ X0 يساوي إلى الـ Y0 على الفترة من X0 إلى Xn الآن إذن عندي النقطة المعلومة هي النقطة المعلومة الأولى هي X0 Y0 هو عيطيني بالشرط الابتدائي الآن مسألتي هي إيجاد النقطة X1 Y1 إذن المسألة هي إيجاد النقطة X1 Y1 الآن باستخدام النظرية الأساسية للحساب التكاملي لنكامل طرفي العلاقة هذه الـ Y شرط يساوي FXY لنكامل طرفي العلاقة 1 من الـ X0 إلى الـ X1 فإذا كمان لا نحصلنا على العلاقة التالية إن التكامل من X0 إلى الـ X1 لـ XYX إذن الـ Y هي تابعة X XYX بـ DLX ماذا يساوي؟ يساوي إلى التكامل من X0 إلى X1 لـ Y شرطة X بـ DLX إذن هذه الآن الـ Y شرطة مشتق وتكامل طبعا حسب النظريات معروفة في التكامل يمكن أن أحصل على والنظرية الأساسية في الحساب التكاملي هذا يعطيني أنه يساوي إلى YX1 نائس YX0 إذن هذا يعطيني بهذه العلاقة وحيث أن YX ما هي إذن وحيث أن YX هذه YX الموجودة هنا ما هي إلا الدالة الأصلية للدالة الدالة الأصلية للدالة Y شرطة إذا أعطينا لهذه العلاقة رقم 9 فإنني إذن حيث YX هي الدالة الأصلية للدالة Y شرطة ومن هنا جد من هذه العلاقة طبعا ننقل Y0 للطرف الثاني فنحصل على أنها تساوي إلى YX0 زائد تكامل X0 إلى X1 لـ FXYX بـ DLX وهذه نعطيها الرقم 10 الآن يمكن استخدام طرق التكامل العددي لتقريب هذا التكامل إذن لنقرب هذا التكامل لنحسب هذا التكامل وفقه طرق التكامل العددي وأسهل طريقة التكامل العددي هي طريقة أشبه المنحرفات إذن التكامل موجود في الطرف الأيمن من العلاقة 10 فباستخدام طريقة الشبه المنحرف من أجل للخطوة H اللي هي X1 نائز X0 نجد أن هذا ما هو إلا الارتفاع على 2 بالقاعد الصغرى زائد القاعد الكبرى إذن وبالتالي نحصل على هذه العلاقة وهذه التي تعطيني الـ Y1 لكن لو نظرنا هنا قليلا إلى هذه العلاقة لأن وجدنا أن هذا هو الـ Y1 الـ YX1 هو الـ Y1 محسوب بدلالة نفسه كيف يمكنني أن أحسب الـ Y1 من هذه العلاقة وهو هنا غير محسوب وبالتالي سأبحث عن قيمة الـ Y1 هذه بإحدى الطرق السابقة لحل المعدلة التفاضلية وأسهل طريقة وجدناها وأخذناها هي طريقة أولر فيمكن أن أحسب بطريقة أولر قيمة الـ Y1 ما هي إلا Y0 زائد HBF X0 Y0 إذن فأحصل على الـ Y1 وبالتالي هذه الـ Y1 أعودها هنا وحتى أميزها عن هذه الـ Y1 بسميها Y1 مثلا من الخطوة K وهذه بسميها Y1 من الخطوة K زائد 1 وبالتالي أستطيع أن أحصل على الكا إذن هذه العلاقة نجد أن الـ YX1 قد حسبت بدلالة نفسها لذلك نوجد قيمة تقريبية لها وهذا ما قلنا وذلك حسب طريقة ما ولتكون طريقة أويلر طبعا نحن بدنا نحسب حل وبالتالي أسهل طريقة لإيجاد الحل كما وجدنا هي طريقة أويلر ولنرمز لهذا الحل كما قلت بالـ YI زائد 1 ولكن من الخطوة اللي قبلها إذن إذا كنت أنا بالخطوة الـ 1 فالخطوة اللي قبلها بتكون Y0 فهذه اللي بسميها Y0 XI زائد 1 فتكون قيمة الطرف الأيسر هي الـ Y1 بالخطوة I زائد 1 والتي نعوضها من جديد في الطرف الأيمن فنحصل على YI زائد 1 وهكذا يصبح لدينا العلاقة التكرارية التالية طبعا هون هذه من الخطوة الـ K أما هذه ففيه الخطوة K زائد 1 الآن الـ I هي 012 حتى الـ N نائس 1 وحيث أن الـ YI زائد 1 يساوي XI زائد H دائما وأبدا إذن من أجل كل خطوة نستخدم طريقة Euler كتنبؤ للقيمة الابتدائية يعني مثلا أنا حسبت الـ Y1 فحتجت إلى أن أخرج حل ابتدائي أنطرق منه اللي هو الـ Y1 واللي حسبته بطريقة Euler الآن إذا بدي أحسب الـ Y2 أحتاج إلى طبعا لما أبدأ عوض في الدستور هي أبدأ يطلع معي هي Y1 زائد Fx1 Y1 زائد Fx2 Y2 لكن Y2 موجودة بنفس الخطوة فبحث بالـ Y2 هذه الـ Y2 صفر من طريقة Euler للحصول ثم أعوض فأحصل عليها الآن ونكرر العملية الأخيرة حتى تتحقق الشرط اللي بده إياه اللي هو أن يكون YI زائد 1 بالخطوة K زائد 1 نائس YI بالخطوة K أقل من إبسل حيث الـ Y أكبر من الصفر وهو المطلوب لنأخذ مثال بسيط على هذه الطريقة وهو أوجد حل المعادلة التفاضلية Y شرطة X نائس Y على 2 Y بالصفر يساوي إلى الـ 1 حيث الـ H يساوي 0.25 إذن هنا لم يعطيني فترة إذن هنا يريد أن تحسب إذا عندي X0 Y0 يريدو X1 والـ Y1 طبعاً X1 هو عبارة عن X1 وذلك حسب طريقة هون إذن هنا ما أعطيني أي فترة إذن معناته يريد فقط Y1 X1 حسب الدستور هي عبارة عن X0 زائد H والـ X0 هو عطينية بنص المسألة هي 0 زائد X هو عطينية أيضاً 0.25 ويساوي إلى 0.5 إذن X1 معلومة إذن نريد Y1 الآن لإيجاد Y1 إلى دستور في طريقة هون هي بالشكل التالي إذن نعوض أولاً بالـ F X0 Y0 لنجد F X0 Y0 عبارة عن X0 Y0 على 2 ويساوي إلى سارة بنصف هذا لنطبق طريقة أويلر للحصول على الحل الابتدائي Y1 بالصفر يسأل Y0 زائد X بـ F X0 Y0 Y0 هي 1 X هي 0.25 X0 هي 0 Y0 هي 1 لو عوضنا في هذه العلاقة لحصلنا على Y1 الآن حسبنا F X0 Y0 ممكن أحسب F X1 Y0 Y1 إذن لنحسب F X1 Y Y1 بالخطوة 0 ليش؟ لأنه Y1 صفر هذه محسوبة الآن Y يساوي إلى X1 ناقص Y1 صفر على 2 الآن X1 معلومة هي 0.25 Y1 صفر معلومة هي هذه على 2 فنحصل على القيمة التالية إذن F X1 Y1 صفر يساوي إلى هذه القيمة كما وقلنا الآن وهكذا نحصل على Y1 بالخطوة الأولى يساوي Y0 زائد أشعة 2 F X0 Y0 زائد F X1 Y1 صفر إذن هذول 2 حسبناه سابقا الآن ما علي غير أن أعود في هذه العلاقة فعصلنا الآن على Y1 1 هي هذه العلاقة الآن يمكن أن أحسن هذا المقدار أكثر لأطبقه لحصول على Y1 2 إذن نطبقه بتكرار العملية فنحسب F X1 Y1 من الخطوة الأولى نحسب عها إذن ما هي إلا X1 Y1 1 2 X1 0 25 Y1 هي حسبناها بهذه العلاقة يمكن تعويضها تقسيم 2 الآن بحساب هذا المقدار نحصل على هذه وبالتالي Y1 2 ما هي إلا Y0 X 2 F X 0 Y 0 F X 1 Y 1 1 ويساوي إلى هذه القيمة طبعا نحن قلنا نتوقف عن التحسين إذا كان Y1 بالخطوة K زائد 1 نائس Y 1 بالخطوة K أقل من إبسيلون طبعا هنا لم يعطينا أي شرط يمكن الوقوف عند هذا أو تكرار العملية حتى نحصل على المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته